صباح الخير أعزائي المشاهدين أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم ابدأ بنفسك النهاردة حلقة جديدة حلقتنا تكون مفيدة جدا ليكم هنتكلم فيها مع بعض عن أسباب الألم النفسي اللي بيمر بيه الشباب والبنات من خلال المعاملة القصية أحيانا اللي بيشوفوها من الأباء هنتكلم فيها مع بعض عن الأسباب اللي بتؤدي للألم النفسي وهنتكلم كمان مع بعض عن طرق العلاج إزاي نقدر نعالج نفسنا لو فيه أي خلال بيمر بيه الشاب أو البنت زي فقدان الثقة ومشعبها نطلع لفاصل ونرجع نكمل مع بعض أهم الأسباب وإيه طرق الوقاية منها وإزاي نبدأ إن احنا نعالج الموضوع بشكل صحي وبشكل سليم ورجعنا لكم بعد الفاصل نستكمل مع بعض حديثنا عن الألم النفسي الأسباب وإيه الطرق اللي نقدر نعالج بيها الألم النفسي الحقيقة إنه من الأسباب المحيرة جدا الأهالي كثيرة الانتقاد وهنا خليني أقول إن فيه نوعين من الانتقاد فيه أهالي تبدأ تنتقد أبنائهم وهم على حق وفيه طريقة تانية للانتقاد وهم مش على حق في أول حاجة في الانتقاد وهم على حق طيب مثلا يعني ممكن الأب والأم ينتقدوا أولادهم فيه تصرف ما معين فيه خلق معين فيهم طيب إحنا هنا لو هنقدر نكون نستمع ليهم زي التلميذ قدام المعلم بتاعه ونبدأ نشوف وجهة نظرهم إيه بالنسبة للموضوع اللي هما شايفين وغلط في سلوكنا مثلا في أمر معين إن أنا مثلا مش يعني مش بذاكر كويس مش بجيب مجموعة كويس يبدأ فيه انتقاد إنه مثلا ابن عامك مثلا بقى في طب بقى في هندسة وإنت مستوك بقى متأخر جدا يبقى هنا فيه انتقاد والانتقاد ده هما صح بيه جدا بس بيختلف في الأسلوب والطريقة اللي بيواجهون بيها في طريقة انتقادهم يعني نبدأ إحنا نتكلم معاهم إنه والله تمام أنت انتقادك لي صح وأنا عارف إن أنا مقصر جدا بس أنا هختلف معاك في الطريقة اللي أنت بتبدأ أنك تنصحني بيها هبتدي أعرف معايا يعني نتكلم مع بعض أنا مثلا دخلت علمي وأنا مستوية مش مش أعلى حاجة إنه أنا أدخل علمي إنه أنا بقى أبقى مهندس أو أبقى دكتور أبتدي أشرح لهم أنا قدراتي إيه وإيه المؤهلات اللي أنا يعني إيه المؤهلات اللي عندي وأنا بملكها بحيث إن إحنا كلنا نكون عارفين إن ده مستوية أنا مش هقدر إن أنا أبقى أكتر من كده في المذاكرة أنا زكائي في الجزئية دي دي ما قدرت فيه ده أخري أنا هدخل أدبي لا أدبي خلاص أنا ده مستوية فيه هيكون كويس أنا راسل من نفسي خطة معينة عارف إن أنا شايف نفسي في الكلية الفلانية فهبتدي إن أنا أشرح لهم وأتكلم معاهم بشكل صحي وبشكل سليم جدا علشان نقدر إن إحنا نحل المشكلة دي وما يبقاش فيه انتقاد كتير وده هيقدي بقى لحاجات سلبية كتير زي الألم النفسي لإنه قثرة الانتقاد دي بتخلي الشاب ما عندوش ثقة في نفسه شايف نفسه إن هو قليل دايما مقارنة بقى بأولاد أعمامه بقى بزميله ومن هذا القبيل نجي نتكلم عن الانتقاد التاني وهم مش صحفي يعني مثلا البنت لما بتوصل لسن للخمسة وعشرين سنة وبتبقى مأجلة فكرة الجواز انت ليه مأجلة فكرة الجواز يعني اللي في سنك دلوقتي بقوا فاتحين بيوت طيب أنا لو مأجلة فكرة الجواز أنا مأجلها علشان حاجتين يا إما أنا حد عايز يعمل كرير لنفسه ويعني ويكون شايف نفسه في مكانة عالية عايزة أكون دكتورة نجحة جدا عايزة أكون مهندسة نجحة جدا يعني أسباب كتير جدا تخليني ده أنا أرفض فكرة الجواز تيجي ناس تانية يقولوا لأ ده انت كده عن نستي انت اللي في سنك فاتحين بيوت طيب ليه لازم تاخذي خطوة في الموضوع كده ما ينفعش يعني العمر بيجري وهيبقى سنك خلاص وصلتي لمرحلة عمرية انك خلاص هتتقبلي بقى بالوضع بأي شخص ييجي لانك تحت مسمى عن نستي وده مش صحي خالص يعني ان الانتقاد مش في محله خالص لان هنا في مواضية معينة لازم نسيب الشخص بحريته فيها ان كل شخص فينا عارف هو عايز ايه مخطط لحياته ازاي مثلا يعني ما ينفعش ان انا اكبر الشخص على ان هو يعمل حاجة هو مش مقتنع بيها خالص يعني سواء كان جواز سواء كان دخوله لكلية معينة ايا كان الوضع اللي الشخص فينا بيمر بيه قثرة الانتقاد شيء يعني مش صحي خالص دايما في لغة تواصل بين الاباء والابناء لازم يبقى فيها شيء ملموس لازم الاب والام يعرفوا ازاي يتعاملوا مع اولادهم في مراحلهم العمرية المختلفة لان كل مرحلة وليها متطلباتها كل مرحلة وليها التكوين الفكري الخاص بالشاب او البنت لازم ان الاهالي تبدأ تحترم عقلية الابن والبنت ان هما كمان يديوا مساحتهم الكافية ان هما كمان يجربوا كل حاجة يدخلوا في نشاطات كتير يديهم المساحة الكافية ان هما يبدأوا يكونوا شخصيتهم علشان على المدى البعيد يكون عندهم ابناء مساحة نفسية كويسة حياة سليمة يعني الابن او البنت بيبقوا عاوزين ايه من اهاليهم غير ان هما يستفادوا من خبراتهم اللي سبقى في الحياة طبعا الاب والام بيكونوا معظوين لان هما بيكونوا عايزين ولادهم في احسن صورة بيبقوا عايزين يعرفوهم لان ده الغلط ده الصح بس هي بتختلف في طريقة النصح وطريقة الارشاد السلبيات اللي بتدمر الانتقاد المقارنات ده كله ماينفعش انا لازم المراحل العمرية المختلفة الابني ابدأ ان انا معاي خطوة بخطوة اعرفو الصح من الغلط بس بشكل يكون لاقا جدا انه ما يخلوش انسان مش سوي نفسيا بعدين لان لما يكون مسؤول عن اسرة من زوجة واولاد هيبتدي انه هو بعدين يطلع كل العقد النفسية اللي حصلته وهو صوير لانه بيكون بقى مر بتجربة مش لطيفة خالص يعني انه هو كان مضطهد جدا ما كانش بيملك القدرة انه يعبر عن نفسه بشكل كافي وبشكل صحي لازم نتبع خطوات دايما تكون ايجابية تساعد في التربية السليمة النشأة لازم تكون صحي جدا ابدأ اعلمه ازاي يكون انسان سوي ازاي يكون على خلق ازاي يكتسب مهارات جديدة اساعده انه هو يمارس نشاطات جديدة اعرفه على العالم الخارجي كمان ما ينفعش ان انا اخلي ابني او بنتي دايما دايما موجودين في البيت املحهم على الناس اخليهم يمشوا على نهجي بس لا انا اديهم الفرصة انه هما كمان يعني يختلطوا بالناس يشوفوا الواقع ازاي المجتمع ازاي لانه يعني ما يبقاش من اللحيتين ما يبقاش المجتمع بربي وكمان الاهل ويا سلام لما يقول الاثنين غلط جدا احنا مش هننتظر ان الشخص يكون حد سوي خالص هيبقى انسان معقد نفسيا انسان ما عنده الثقة في نفسه انسان دايما عنده نقصة هيطلع كل عقده مع الناس سواء بقى كان في الشغل سواء كان مع اولاده مستقبلا كل الحاجات دي ان احنا لازم نحطها بالحسبان واطفالنا في اعمار يعني سنية زغيرة لان الطفل في السن الزغير ده بيكون الموضوع مش سهل جدا ان انا اعلمه صح لان انا لما اسسه من صغله صح ده هيستعيدني بعدين في مراحل العمرية المختلفة هبقى انا متطمنة لان انا عارفة ان انا اديت مساحة ليه ان هو يعبر عن احتياجاته يعبر عن رأيه مثلا الام وطفلها الراضية يعني انا عايزة اغيرله مثلا او كده وهو مش حابب فكرة ان انا المسه طيب خلاص اوكي انا عارفة ان انت مثلا مش حابب دلوقتي بس وقت ما تبقى حابب انا موجودة واساعده يعني اعرفه ان جسمك ده حقك انا ماينفعش ان انا اعتضي عليك فيه بان انا اخليك اعمل حاجة انت مش عايزها فانا لازم اعود اولادي من سن صغير ان هما ليهم حريف للتعبير سواء كان بالقبول سواء كان بالرفض لان ده هيكون مهم جدا بالنسبة لهم لما يكونوا اباء بعدين ان هما هيربوا اولادهم على نهج صحي نهج سليم هيبقوا خليم من العوقد النفسية وكمان يعني اساعدهم على ان هما يتقبلوا برضو الانتقاد لانه مش دايما الانتقاد بيكون حاجة وحشة هي الفكرة في الطريقة اللي انا بنتقد بيها الشخص اللي قدامي وده بقى عموما يعني سواء كان مع اولادي او مع الناس المحيطين بيا لان انا وقت ما يكون معايا حق بس اسلوبي غلط ده هيخصرني كل حاجة هيخصرني الناس اللي بتحبيني هيخصرني ال 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 الاصدقاء هيخصرني حاجات كتيرة جدا هنطلع على فاصل ونرجع نستكمل مع بعض حدثنا ويرجع نالكم بعد الفاصل نستكمل مع بعض حدثنا عن القلم النفسي وعن الانتقاد الجديد بالذكر بقى ان احنا اتكلمنا بس عن السلبيات وما قلناش ازاي نتعامل بقى مع الانتقاد خلينا نفترض بقى ان احنا اخدنا الموضوع بصدر رحب وبدأنا ان احنا نصاحب اهلينا دي صاحبهم نتكلم معهم هيبقى فيه بيننا الفة بعد كده مهما كان الانتقاد او مهما كان الطريقة او الاسلوب اللي هما بيتكلموا به خلينا دايما متأكدين 100% ان هما عاوزين بس ان احنا نكون احسن ناس في الدنيا خايفين علينا هما مش عايزين ان احنا نمر بكل التجارب اللي هما مروا بيها هما بيتون خلاصة التجارب دي على طبق من دهب فاحنا نحاول ان احنا نستمع ليهم زي التلميذ وهو بيسمع المدرس بتاعه وحبازة بقى ان هي لو جات في وقت بقى للشاب زي انه في وقت انه هيجي يتجاوز بقى يفتح بيت يعني هيتجاوز ويفتح بيت وهو معاه كم هقل جدا من الصفات السيئة هيطلع اولاد يعني مشوهين نفسيا ما فيش اي ثقف نفسهم خالص هيطلع على نفس النهج بتاعه على الحاجة السيئة انه في وقت ما لو كان بس فكر في انه يعد مع والده والدته انه هو يسمع لهم بصدر راحب ويفهم وجهة نظرهم اكيد كانت امور كتير جدا هتتحل وتبقى احسن فالانتقاد بلاش انتقاد لازم نكون مؤمنين ان ربنا مدي لكل واحد فينا طاقة معينة وقدرة معينة انه هو يقدر يستكمل بها حياته ليه قدرة معينة في انه ينجز شيء ما سواء كان شغل سواء كان دراسة كمان انه الامور الدينية انه احنا بلاش ندخل فيها قوي ونتكلم عن انه مثلا جواز البنت سواء كانت اتأخرت او ان هي الجوازت في سن مبكر ده طبعا حاجة يعني نصيب ما ينفعش ان احنا نتكلم عنها او ان احنا نجرح في مشاعر بنتنا او ابننا بانه فلان يتجوز واللي بسنك معهم اولاد وابلادهم في المدرسة والكلام ده لانه هو بيجرح جدا لانه اكيد ما فيش حد فينا مش عايز انه يتجوز ويفتح بيت ويبقى فيه استقرار اسري هي الفكرة كلها في الوقت وكمان في الطريقة اللي كل واحد فينا شايف فيها حياته هتبقى مش عايز دا وبكده هنكون وصلنا لنهاية حلقتنا ان شاء الله اقابلكم في حلقة جديدة من برنامج ابدأ بنفسك استنوا